استشهد زوجها فأصبحت كليتيمة برحيله وبعدها قررت أن تتكفل الأيتام فتبنى 96 طفلاً فقد أباه لقاء تفتح ذراعيها قبل دارها يومياً لاحتضان الأيتام وكأنها أم لهم تقدم لهم كل شيء من الصباح ولحين عودتهم لبيوتهم عند الليل بعد فقدان زوجي استشهادة بالألفين وخمسة سافرت ورجعت للأراق حبيت أخدم أيتام لأنه أحد أولادي ما قدر يكمل دراسة فقدرت أفتح هذا الدار احتضان للأيتام خاصة فاقدين الأب اللي ظروفهم صعبة أنا عندي 96 يتين بالدار استقبلهم من الساعة سبعة ونصف الصباح لغاية الساعة التاسعة مساء أم الأيتام كما يسمونها تبنت أكثر من 400 يتيم خلال هذه الصنوات بعضهم بدأت معه منذ أن كان صغيراً إلى أن تخرج من الجامعة ترويهم من نهر حنانها حتى لا يشعرون بالنقص ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع كما هم يحلمون أيضا والله أنا عندي هواي طلاب تخرجوا وعندي دخلوا صيدلة دخلوا قانون إدارة أعمال تخدير أعلام يعني هواي فئات من الأيتام أنا عندي 430 يتيم القسم الأكبر أنه أنا فقط كفالة لهم مثلاً قرطاسية ملابس المدرسة سلسلات غذائية الحمد لله أمام شاين مفرد أنه نحتاج الماكل وملبس يعني سفرات نلعب هاي ما محتاجني أي شيء الحمد لله شكراً أتمنى أن أصبح مهندس الحمد لله أمام شاين مفرد أنه الماكل والملبس ومن دراسة وأتمنى أن أصبح ظهب هي أمنيات لأطفال لا يتحدثون بها فحسب بل مشاريع وتحقق بعضها فهدف الداري بناء جيل واع ومثقف يحارب من أجل ذاته من العاصمة بغداء بدر ركابي التغيير